ايه راك في صفقات نادي زمالك الجديدة؟ ما اعرفش عنها حاجة بص انا صفقات اهلي زمالك الاهرام الاهبار كله لما الدور يبدأ ما ليش دعوة هات اللي انت عايزه شوف اللي انت عايزه بس الملعب هو اللي هيفصل بقى تمام يعني انا شايف ان في الرجان الساسي ده يعني مش صفقة بس هل ان هو في الفترة البسيطة دي هنسجم ولا هياخد وقت لا المفروض ان اللعيب الكبير بينسجم لا معلش اللعيب كبير مع فريق كبير بينسجم انا لسه بتكلم معاك على رمضان صبح المدرب له دور كبير مدرب له دور كبير في تغيير اداء اللعيب يعني يشوف ميرينيو انت عندك مشاكل مع جروس لا معرفوش لسه تتفرج عليه طبعا ولا السي في بتاعه يشفع لي ما ليش دعوة انا ليه لنا دلوقتي انا ما ليش دعوة بالماضي انا ليه في الحاضر هل هينجح مع الزمالك ولا مش هينجح زي كارترون ده اللي هو ابتع يعني انت الملعب هادي بتتفرج بالزبط لحد ما الدور يبدأ بالزبط وتقدر تحكم بالزبط بس اكيد مش هتحكم من اول اسبوع لا لا طبعا هو بص كبير اللعيب او المدرب معايا تلتة ماتشو عشان اعرف بالزبط بس بصة مهم نادي الزمالك هيلعب من او ماتش بترجد تاني ماتش لا المعنطاك للتحاد ولا او لا انا كنا مركزين في البتروجيت اللي هتلعب الاسماعيلي والمصري تاني ماتش هنعرف دلوقتي والنادي الاهلي الاسماعيلي اسماعيلي فهل ان مثلا مدرب النادي الاهلي الجديد هيلعب بيتفندر واحد في ماتش زي ده ولا اتنين ولا تلاتة فمن هنا بقى تعرف ان المدرب ده على حسب كل مباراة بيغير التاكتيك بتاعه وبيغير اللعيب اللي هو على حسب المباراة واخد دلك النادي الاهلي ما عملش صفقات يا كابتن وطاك ما عنده لعب يا كويس اه الناس برضه مش بكتر الصفقات هو نادي الزمالك عمل صفقات ليه لان فيه لعبة مشت فلازم يبقى فيه البديل انما انت هنا بالنسبة للنادي الاهلي من اللي مشي حسام غالي بطل وعنده في الحتة دي الزمالك هيلعب بيتروجيت الاتحاد المقصة طيب هل فكر الراجل هيبقى الثلاث ماتشاط زي بعض